اشتركوا في القناة بعض المواقف وبعض القرارات اللي بتتخذها مجلس إدارة النادي الاهلي الحالي وأعتقد مجالس كتير نجحت في تاريخ النادي الاهلي كان اللي بتتخذ بعض القرارات اللي كان البعض بياخد على النادي الاهلي إنها سلبيات ويجي بعد كده مع الوقت ومع التجربة يكتشف أن النادي الاهلي كان عنده الحق وكان النادي الاهلي هو اللي صح ده بالضبط اللي حصل وكلنا فاكرين كويس قوي النادي الاهلي كان ماشي إزاي الموسم الماضي نادي الآهلي تعرض لهزيمة أمام نادي الزمالك فطلعت بعض التصريحات أن النادي الآهلي بيحسم الدوري من المكتب أن فيه لعبين رحلوا أن قط اللبسة ما فيه سيطرة عليها بنفس الفريق بنفس الاسكواد قدر النادي الآهلي مع تغيير حتى المدير الفني وطبعا القلق والبعض السلبيات والقراء السلبياء اللي صاحبت استقطاب مدير فني من جنوب أفريقيا وكل الناس دي رجعت بعد ما النادي الآهلي حقق البرنزية مشت في طريق النادي الآهلي حقق الإنجاز الحقيقة منهم اللي اعتذر ومنهم اللي اعتمد على ذاكرة السمك عند العوام فبدأ ينسى وبدأ يتكلم ويتقول النادي الآهلي ويشيد بالنادي الآهلي وده ما عندناش مشكلة معاه لكن لازم نشيد بالكابتن أحمد حسام ميدو اللي بيعتذر عن خطأ حصل في شهر يوليو الماضي واتكلم عن النادي الآهلي بشكل سلبي جدا في قرار اتخذ النادي الآهلي نسمع كابتن ميدو قال إيه ونرجع نعاق الأهلي بيطلع بيان بيقول أن رمضان صفحة قبلغهم برغبته في الانضمام لنادي بيرامدز الحقيقة الموضوع من أوله كله أدير بشكل غلط وبشكل خطأ من المسؤولين عن التفاوض وعن التعاقدات في النادي الآهلي وبقول نصيحة للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الآهلي أن هم بعدما يعرفوا التفاصيل لازم يعيدوا النظر في سياسة تفاوض النادي الآهلي في المرحلة الأخيرة مع عدد كبير من اللعيبة خاصة اللعيبة اللي موجودة قريدي في النادي الموضوع اتغير حصل أبديت لكل حاجة في الكورة اتباع النظم الأديمة والسياسة الأديمة في التفاوض بتاع يا إما كده يا إما يفتح الله ويمضي على بياض وشوف سكتك والكلام ده كله ده ضيع العيبة كتير من النادي الآهلي وخلى عندها تانية يبقى عندها باور في أن هم يسحبوا العيبة من الأهلي ده كان رأي الكابتن أحمد حسان ميدو وقت الأزمة الشهيرة لما النادي الآهلي قال لرمضان صبحي قدامك ساعة وتديني قرار نهائي فرمضان صبحي ما ردش بعد ساعة فالنادي الآهلي أصدر بيان بأنه بيستغنى أو ما بيستكملش التفاوض مع رمضان صبحي وبينسحب من الصفقة برغم أن رمضان صبحي أحد نجوم كرة القدم المصرية ده كان كلام الكابتن أحمد حسان ميدو وفارس وقتها في انتقاده لسياسة النادي الآهلي كابتن أحمد حسان ميدو اللي كان غاضب من فكرة معك ساعة وترد علينا مع الوقت ومع الساعات بدأ الموضوع يتغير وبدأ يشوف الأمور من منظور يليق بفكرة أن النادي الآهلي نادي مؤسسي نادي بيشوف الأمور دايما بشكل مختلف ودايما بيسبق بخطوة حتى لو انت احترفت وسفرت وشفت هتلاقي النادي الآهلي لسه مرجعية ليك نشوف بعد ممرت الأيام كابتن أحمد حسان ميدو شاف أزمات في أندية أخرى بسبب قضايا مشابهة كان موقفه إيه نروح ونشوف الفيديو الآهلي ماشي بسيستم محترم جدا في موضوع عقود لعبين هو بطريقة غير مباشرة الآهلي عامل سقف للرواتب بشكل وهمي خليها نقول فيه رقم معين مش أكسره مش أضربه الرقم ده اللي بيحدده ناس بتاعت فينانس ناس بتاعت اقتصاد ناس بتفهم مش ناس أي كلام فيه رقم معين خلينا نقول مثلا اللي هو 1.2 مليون دولار نت مثلا اللي هو مثلا أعلى واحد بياها ومعرفش مين عالي معلوم مثلا تقريبا الرقم ده مش هنضربه أين كان انت مين هتطلب أعلى من الرقم ده فشكرا نروح مكان تاني حتى لو الخسارة في النية خسارة فيديح في وقت من الأوقات أنا نفسي قلت ان الكلام ده مش مظبوط لكن الزمن ورانا ان الكلام ده صح ان الكلام ده صح بالذات في السوق بتاع مصر وفي السوق اللي احنا شايفينه في مصر وبصراعة امكانيات اللعيبة اللي موجودة في مصر النهاردة فيه رقم معين من فاش تضربه عشان كده قط اللبس بتاعت الاهلي مظبوطة صح ده النادي الاهلي المعلم والمؤسس لفكرة القواعد الاحترافية اللي البعض ممكن يشوفها في لحظة غلط ولكن ييجي يقراك مبدأ كابتن أحمد حسان ميدو من واقع التجربة قال ان النادي الاهلي بنتيجة النظام اللي عمله في عقود اللاعبين والفئات هو ده اللي حفز قط اللبس هو ده اللي خلى النادي الاهلي فعلا يبقى فوق الجميع زي ما بنكرر دايما فوق الجميع فوق مصلحة جميع ابناء وحتى ده حتى لو في تعقدات لان في حاجة مهمة جدا كمان في كلام كابتن أحمد حسان ميدو وهي ايه انا باجي بتفوض وقتها كان بيروج انتشرت كده في اماكن كتير جدا أحمد برضو أشار اليها فكرة ان الوضع بقى مختلف وده شغل قديم والنادي الاهلي والإدارة والمكتب والكلام العجيب اللي تقال وقتها ده كان في نفس الوقت بعدها ميسي وقت الخلاف فيما يخص برشلونا طلع رومينيجي في بايرن ميونيخ قال احنا ما عندناش قدرة على ضم ميسي بالأرقام اللي هو بيتقاضاها لان احنا عندنا مستوى معين من الرواتب الجميع كان لازم يفقه ان النادي الاهلي في اللحظة اللي كان بيتكلم فيها ما كانش بيخترع العجلة ما كانش النادي الاهلي بيحط نظام مش موجود هو كان بيحط نظام موجود انت لو فاهم كنت لازم تعرف ان البطولات اللي هي المحصلة اللي في الاخر ده اكيد كانت نتاج ان النادي الاهلي عنده سيستم حابين كمان نروح لحتة في الجمهور انت في لحظة ما نتيجة غضبك ده اللي بيتم استغلاله النادي الاهلي شغل بنظام قديم اصل النادي الاهلي كذا الوضع في النادي الاهلي الدوري بييجي من المكتب مش عارف بييجي من ايه انت بيستغل غضبك صدقني دايما مخاوفك انت كمشجع بيكون مشروعة بس اهدافك مش هي اهدافهم فما تفكرش بطريقتهم فكر بطريقة الاهلي وقول اللي انت عايزه بس بطريقة الاهلي مش باللي انت بتسمعه من حد لانه وقت ما يجي غير رأيه ممكن تكون اللحظة فاتت والنادي الاهلي الضر واعتقد جمهير كتير او شريحة كبيرة جدا من جمهير النادي الاهلي كانت بتدعم موقف النادي الاهلي في وقت قزمة رمضان صبح واي لاعب اعتقد جمهير النادي الاهلي عندها ثابت مهم جدا اي لاعب اختلف مع النادي جمهير النادي الاهلي مع النادي لكن البعض لما بيحاول يتكلم في النقطة دي ويحاول يعلي من شأن اللاعب وان اللاعب ده لعب مهم ما تديله اللي هو عايزه ايه المشكلة ما بيشوفش اللي ممكن يحصل في غرفة الملابس اللي حاصل حاليا في غرفة ملابس النادي الاهلي اعتقد حضراتكم لمسينه بشكل كبير جدا وحابب قلقي عليه الضوء الكابتن محمد الشناوي بعد برونزية كأس العالم للاندية بيتكلم دايما عن ان كابتن وليد سليمان كابتن سعد سمير كابتن ايمن اشرف مساعديني بشكل كبير جدا ان انا اسيطر على بمعنى اسيطر بالمعنى الايجابي لها ان انا قلم لعب النادي الاهلي على هدف واحد واجمع لعب النادي الاهلي على قلب رجل واحد فتم انتقاء جرفة ملابس النادي الاهلي من اي شوائب فاصبح النادي الاهلي عمده القدرة انه هو يحق انجازات نتيجة العلاقة الطيبة بين اللاعبين وبين الكباتن واعتقد واضح جدا وحضراتكم شايفين من بعد العودة بعد كأس العام الاندية مين كان في المؤتمر الصحفي في مباراة الاهلي والمريخ كابتن سعد سمير مين كان في المؤتمر الصحفي مع بيتسو مسماني في مباراة الاهلي سيمبا التنزاني الكابتن ايمن اشرف او اتفكروا ان الموضوع ده كده معمول هباء او الموضوع ده مش بيعكث اثار ايجابية متواجدة بالفعل داخل غرفة ملابس النادي الاهلي فكل من كان بيتحدث عن ان غرفة ملابس النادي الاهلي فقدت السيطرة بعد رحيل لعب او لاعبين اعتقد هو مخطئ ولكن الكابتن احمد حسان مينو ودي حاجة ايجابية لي ان هو اعتذر عن خطأ كان وارد جدا الخطأ ده كان في شهر سبع ما يعقبش ولا يقوله لكن هو اعتذر عن خطأ وهل انا اللي كنت غلط النادي الاهلي هو اللي صح فبالتالي بندعم ده في الكابتن احمد حسان مينو بس برضو بنوصل له رسالة اعتقد كابتن احمد من النقط دي لازم تبقى واخد بالك وانت بتتكلم عن قرارات تخص النادي الاهلي وتشوفها بعين مختلفة تماما او على الاقل وتندسية انتظر وشوف النتائج عشان يكون حكمك موضوعي بالنسبة للنادي الاهلي